أستاذ دوريت في سؤال بيخطر على بالي يمكن وبال ناس كتير حضرتك قدمت صح النوم ملحو سكر حمام الهنة هيدا أعمال قديمة لاقت أعجاب الناس وأيضا أعمال كتيرة أخرى هل بتعتبر هيدا الأعمال هي كانت أعمال شامية؟ هي أعمال؟ شامية أكيد يعني صح النوم عمر عن فندق في بيئة شامية حمام الهنة نفس الشيء المقالب غوار نفس الشيء تقريبا في بيئة شامية لكن كانت البيئة مصنعة تصنيع لأنه ما كانت تقدر كاميرا التصوير مثل ما هلأ أنتم معي هون بالمكتب ومع كاميرتكم الكاميرا ما كانت تقدر تطلع لبرا وتصور لكن هلأ صار في فرصة لأنه الكاميرا خفيفة صغيرة مش موصولة مش مربطة بكبلات في داخل الستوديو فكانت بيئة مصنعة تصنيع أما هلأ لأ البيئة حقيقية التي تتصور فيها هذه الأعمال إذا كانت البيئة أو الصورة حقيقية شو رأيك بمضمون هذه الأعمال اللي عم تعرض حاليا تحت مسمى البيئة الشامية والله بدون شك بعضها جدير بالاحترام بعضها بمر مرورها الكرام يعني ما أكتر من هيك لكن برجع أقول لك بيبقى منها جمال البيئة كبيئة البيئة الشامية بحد ذاتها جميلة وخاصة بالبيت الدمشقي بالأزقة والحواري الدمشقية هي لحالة متعالم نظر في عمل معين أو مخرج معين بتحصوا هو أبدع بالبيئة الشامية رمضان 2021 شو تابعت منه أعمال شو تابعت منه أعمال برمضان يا قلبي في مدبحة مدبحة اسمها مدبحة دراما كتر الأعمال يعني لازم يكون الواحد نهاره ومو 24 ساعة 72 ساعة ليلحق يشوف هذه الأعمال فشانيك أنا بالرمضان ما بشوف ولا بركز على أي أعمال اللي بيستنى لبعض رمضان تشوف عمل عملين برواء أما ما معقول طول النهار بيخلص مسلسل بيبلش التاني يعني معناته الواحد لازم لا يروح شغله ولا يكل ولا يفطر ولا يتصحر ولا ينام تيقدر يتابع عشرين ثلاثين مسلسل باليوم هذا غلط كبير يعني لازم الأعمال توزع على السنة كلها بدل ما تحشر برمضان وتقتل بعضا نحن عم نتابع السنة انتقاد من الناس أنه هيدا السنة في أكتر من عشر فنانين شباب هنن أولاد فنانين فشو رأيك بهيدا الظاهرة وهل الفن يورس؟ إذا الموهبة موجودة ما في مشكلة لكن الاعتماد على الوراثة هنا المشكلة بالتأكيد يعني ما في جزء واحد لأنه أبوه ممثل يطلعه هو ممثل إلا إذا كانوا عندهم موهبة خاصة ساعتها ما في مشكلة أصلاً أي واحد أو وحدة رأساً حيتعرض لمقارنة ظالمة يعني مثل مثلاً هلأ خليني أقول الأخوين الرحباني وورثتهم شو ما عملوا رأساً بيقارنوهم بالأخوين الرحباني فبيتعرضوا دوماً لمقارنة قد تكون غير عادلة في كثير من الأحيان فمشان هيك بدوا ينتبهوا لهالناحية أنه لحد يدخل هذا الوسط لأنه أبو أو أمه في هذا الوسط هاي الجينات ما بتتورط لكن إذا في موهبة ما في مشكلة أنا ما حتى عبر حضرتك أكتر لكن سؤالي أولادك أنت أبعدتهم عن الفن أم هني ما كان عندهم هيدا الموهبة أو ما حبوا دخول هيدا المجال أولادي ما حبوا كانت كلهم ميولون علمية درسوا علوم وما حبوا إطلاقاً حتى أنت أنا حب أعلمهم الموسيقى على الأقل مولا يحترفوا الموسيقى لأنه تعرف الموسيقى بتريح في بعض الأحيان يعني أنا اللي بأعزف مثلاً على الأورغ بلحظاتنا بالنهار بأعزف برتاح حبيت علمهم الموسيقى وجبت لهم أسات زيت موسيقى ما في فائدة إطلاقاً كانوا يولون علمية بحثة وراحوا باتجاه العلوم وعمرهم في يوم الأيام حسيت أنه عندهم رغبة أو ميل لمسألة التمثيل أو الفنون الأستاذ والفنان القدير دوريد لحام شكراً جزيلاً لحضرتك وشكراً للوقت اللي منحتني لو سألهي ألميك العمدون خير يا رب وانتبه